اشتركوا في القناة اعملت لي كباية شاي افشتني ما كنتش بذاكر بس كنت بقى اراها كتاب لمصطفى محمود دخلت وقعت لي بتاري ايه وقعت لها كتاب لمصطفى محمود طبق لي وسمعي المم عادت اقارى وهي تسمعلي ومعرأة انا مش ادرى اتذكر الكتاب كان ايه بس تطرقنا للموت وقالت لي عرفة في القرآن الاية اللي بتقول واذا اصابته مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون دي النبي علمنا ازاي نحسن نقول ايه لما تصبنا مصيبة وحكيت لي عن واضح الموقف كان صعب قوي بالنسبة لها لان دي كانت الحالة الاولانية اللي جات في بلها حالة وفاة حالة موت وهو ابنها الصغير خالص طبعا انا ما شفتوش لانه توفق اعتقد كان عمره سنة او سنة وشوية واصغر ابنائها ومن كلامها عليه ان هي كانت بتحبه قوي 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 وانه هو كان لطيف وجميل وسنه ضاحك وبسام ووشه بشوش وانه لما مات تلحى مالتي ايه قالت لي ولا حاجة امر الله وديعة الله واستردها وحكيت لي ازاي ان حماها جدي جمال الله يرحمه جاب لها لحد على قد البيبي وانهم غسلوه في البيت وراحوا دفنوه بس هي ما راحتش معاهم وحكيت لي لما توفى والدها وفي كل المواقف دي كانت بتقول لي ازاي ان ربنا يعني ألهمها السكينة والهدوء وانها كانت عارفة في المقابل واحدة من العائلة لما ماتت بنتها ابتدت تهلفت في الكلام تطلع كلام صعب كلام يعني زي ليه وعشان ايه ودي كانت بنت صغيرة والحاجات دي وابتدى مخها يشت ده كله كلام جدتي اللي قالت هولي انا ما كنتش حاضرة فقالت لي ان لما بنجهز نفسنا لحدوث حاجات زي كده في حياتنا وبنعلم نفسنا نقول ايه لما بتحصل المصيبة بنبقى جهزين وبيبقى عندنا رباطة الجأش وبيبقى عندنا مخزون الكلام او العبارات اللي نقولها علشان مخنا ما يشتش ما يشتش ويروح يقول كلام تاني الكلام ده مش مجرد فطفضة الكلام اللي بنقوله اثناء حدث مؤلم او حاجة فظيعة ده بيشكل ازاي حنتصرف مع هذا الحدث انا فكر كمان انها قالت لي لما ابنها توفى قالت لي اه عملنا وغسلنا وحماية خده وقمت طبختا للعيال قلت لها يا جبروتك يا جدتي يا جبروتك يا تيتا بقى يبقى لسه ابنك ميت ودقمي تطبخي للعيال قالت لي اما لا سيبهم يبوعوا وده علمني ان ان لما نفكر في المسئوليات اللي علينا مش حنقف كتير ولا هنجزع قدام الاحداث المؤلمة اللي بتعدي في حياتنا وان احساسنا بالمسئولية ده هيكون قوة دفع علينا ان احنا نكمل ونشوف الناس اللي معتمد علينا واللي حياتها مربوطة بحياتنا وانرعيهم اتعلمت من جدتي ازاي احزن من غير مجزع واستعدت الدرس ده قوي لاول مرة في حياتي افكر في الموت بهذا الشكل لما توفت وعرفت انها توفت و وكلمت خالي وكلمت والدتي وكلمت خالتي و وسمعت وحسيت ازاي ان كل واحد فيهم هادي و و وعنده رباطة الجأش اللي قلتلكم عليها وعرفين يقولوا ايه كلنا تعلمنا منها هذا الدرس الصبر الجميل والحزن الوقور وان احنا ندي الموت الهالة والقدسية بتاعته وان احنا نقول اعتقد مهمة قوي يعني اعتقد ان الكلام ده مش سهل خاصة ل ل ل لحد ما شافش قدامه مثال او قدوة فيها هذا الحزن الوقور انا كنت سعيدة الحظ ان انا اتعلم من جدتي ده وان انا يعني للأسف اطبق الدرس ده لما عرفت عن وفاتها بس مش ده الدرس الوحيد اللي تعلمته منها اللي موتبت كانت قريعة للقرآن كل يوم كل يوم ما بيعديش يوم الا لما تقرأ القرآن وكانت بتقرأ من مصحف كبير قوي لان كان نظرها ضعف وما كانتش بتلبس نضارة فكان مصحفها كان كبير جدا وبعدين كانت دايما تقرأ سورة الرحمن فمرة بقول لها انت ليش معنى سورة الرحمن قالتلي بقراها وهو بسوابها لوالدي فانا رديت عليها قلت لها انا اعرف ان الميتين بنقرأ عليهم سورة ياسين فرحت قالتلي بس هو كان بيحب السورة دي هي كانت بتحيي ذكرى فقلبها بانها كانت بتعمل اللي بتحبه سوري انها كانت بتعمل اللي هو كان بيحبه مش اللي هي بتحبه اه كانت بتقرأ برضو سورة ياسين وكانت بتقرأ كذا سورة وكذا يعني كان ديها وردي يومي من القرآن ومن الأدعية ولكن كان فيه حاجات معينة كانت بتعملها احياءا لذكرى والدها انا عمري محنسة ان جدي اللي انا معرفوش اللي انا مشوفتوش اللي هو والد جدتي اه كان بيحب سورة الرحمن وكان بيحب بيقرأها اه لما نفقد حد الحد ده كان يبقى غالي علينا قوي نفكر ازاي نحي ذكرى اه ازاي نعمل اللي هو بيحب ازاي نود الناس اللي كان بيحبهم اه ازاي نتعامل مع المصائب والاحداث المؤلمة في حياتنا مش هقول من غير ما نحزن لان لازم نحزن لان احنا بقى دي قدمين لان احنا بشر ولكن نحزن الجزع هو يعني يعني احساس اقوى بكتير قوي من الحزن بس بس هدام انا بتخيل الحزن ساكت وقور الجزع صاخب هدام ما بيدفعناش نحنا نمشي لقدام ولكن لما نهدى نتقلم نحزن بس من غير ما نجزع واهم حاجة ان احنا نتعلم نقول ايه حتى ولو جملة واحدة حتى ولو جملة واحدة انا لقيت الناس لما بتيجي تعزيني مش لقية غير حكتين اتنين بس مش عارفة ارد بغيرهم الحمد لله سبحانه من الله الدوام الحمد لله سبحانه من الله الدوام مش عارفة اقول اكتر من كده ومش مطلوب ان انا اقول اكتر من كده ولا مطلوب من اي حد انه يرس كلام جميل ويتشدق بقايات او ادعية او واتفر ولكن اللي مطلوب مننا ان احنا ما نقولش كلام جارح ما نقولش كلام غلط ما نقولش كلام يحطنا احنا نفسنا في حالة نفسية مش صح انا عارفة الفيديو تقيل وكان صعب علي حتى انا كمان وانا بسجله لكن لكن يمكن يمكن حد منكم يستفيد زي ما انا استفدت وتعلمت من جدتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة